موعد اللاحق تم بعد مشاورات مع المشاركين والأطراف المعنية لأسباب تتعلق أساسا بتطورات الوضعية الوبائية وكان وزير الخارجي الروسي ألغى زيارته إلى المعرب والجزائر وأيضا إلى منطقة الشرق الأوسط كما يشار إلى أن موعد إنعقاد المنتدى العربي الروسي الذي كان مقررا غدا الأربعاء في مدينة موراكوش يتزامن مع قرار السلطة المغربية القاضي باستمرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 خصوصا بأوروبا وإفريقيا وفي خبر آخر الراشدي يستعرض جهود المملكة لوقف الفساد قال أحمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن جائحة كوفيد-19 وتداعيتها على تدبير الشأن العام تفسح المجال أمام مخاطر خلق بؤر فساد جديدة وتقويض جهود مكافحته لا سيما فيما يتعلق بالتحديات التي يمكن أن تواجه أجهزة الرقابة والسلطات إنفاذ القانون لاختفاء أثر الممارسة الفاسدة وأضاف الراشدي ضمن أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمصر أن هذا المؤتمر يعتبر أكبر محفل دولي للتداول في قضايا الفساد ولحظة فارقة للتفكير الجماعي داعيا إلى وضع رؤية منموسة لفتح آفاق جديدة أمام مختلف الدول لتطوير سياستها وبرامجها الوطنية من خلال مقاربات تدمج خصوصيات ومستلزمات تدبير الظروف الاستثنائية إلى هنا ينتهي خبر اليوم لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لك تتوصل دائما بكل جديد إلى اللقاء